اشتركوا في القناة والدفع بمستويات العمل المشترك نحو افاق اكثر شمولا ثم تبع المجلس تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس المجلس الوزراء بقامة يوم تعرفه بكافة المدارس الحكومية لأولئة الامور يقدم فيها اعضاء الهيئات التعليمية والادارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد معربا في هذا الصدد عن امنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والادارية بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد والمحلات التجارية التي ساهمت في توفير العروض على المستلزمات المدرسية للعام الدراسي 2024-2025 والتي تأتي ضمن مبادرات القطاع الخاص واسهماته الاجتماعية وفي اطار ذيصلة تابع المجلس الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المناطق التعليمية وتأمين اتقال الطلبة ولياء الامور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية فيما أكد على همية مشاريع تطوير الطرق التي نفذتها وزارة الأشغال قبل بدء العام الدراسي والتي ستسهل الحركة المرورية ثم هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم 2023 مؤكدا على همية هذه الجائزة وما تطلع به من دور في تنمية المشاريع التعليمية على الصعيد العالمي ومساندة جهود اليونسكو في هذا الجانب بعدها أكد المجلس حرص مملكة البحرين على تبني المبادرات التي تعزز العمل الخيري في المجتمع وذلك في معرض التنويه باليوم الدولي للعمل الخيري بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن نتائج تطبيق حظر العمل في فترة الظهيرة خلال شهري يوليو واغسطس 2024 حيث أشهد المجلس بالتزام الشركات بالقرار فيما وجه إلى تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون ثلاثة أشهر من الخامس عشر من يونيو إلى الخامس عشر بسبتمبر بدءا من العام القادم 2025 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية وتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسر الجديدة جهد 400 كيلو فولت مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجار لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون حول نقل وزراعة الأعضاء البشرية مذكرة سعدة وزير شؤون البلدية والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفع العام للتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزارية للشيون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاث اقتراحات برقبة وست اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير الخارجية حول الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والستين بعد المئة بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يليه نتائج المشاركة في مؤتمر النفط والغاز التترستاني نتائج المشاركة في مناقشة مملكة البحرين للبروتوكوليين الاختياريين لحقوق الطفل نتائج المشاركة في المؤتمر الأول للمجموعة المخصصة لتنفيذ البند الثالث أمن الطاقة في صيغة السلام نتائج حضور إطلاق الاستراتيجية العربية حول الشباب والسلام والأمن